اشتركوا في القناة 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 كانت لي المسائل خطرات من الأسباب والمسائل كان ضرب كيلو كيلو ونصف في الحاجة وغالية لي غدير كدك سوي منها صابي ماتيشة نقول لي الله عاونك في درمدان ما كان خدمهاش ما كان ناخدهاش كان ديرت شي شعر حسوة بيدارة بكل توادي وانكتب عليك ودول لي ماتيشة ميتين ورمين وغادين اسمي وصابي الإنساي كيكون دكي يعرف كيفاش يتطرف لسي مصطفى كي جوك البرامج تلفزيوني فرما دان هات المسلسلات والسيد كومات كالقا وكل قناة ديرها ربعة مسلسلات والسيد كوم واش رات نقول لك والله يعاونهم والواحد لي عندو شي عامل خدم عليه أي عامل يقدر إلا بمشاقة النفس صراحة يريد على المساوى السيد كوم ولا على المساوى المحاولات ديرهم يعني لا يعاونهم وليس الراك يختار لي بلي شي عامل زويرة غاديش الدول لي بلي شي حاجة يقلب وكرا يقلب عندو الاختيار يعني ما غاديش نحكم يعني كي يبقى الحكم الجمهور كي يبقى حكم الجمهور سي مصطفى حقك كنش يعمل في النفاذ رمضان كين مسلسل الرحاليات دور علي خياط ديال بوسلهام قصة تاريخية من كتابة كتابة مشتركة بين الإعلامي والمخرج سيحمل بو أروى والأسادة جاميلة بوردول تحية اليوم من هذا المنبر تحية اليوم الناس هادو كانت خدم معهم صراحة كانت شي حاجة كأيطوليا وخدمت برنامج مدولة دنست واحد حلقة بخوش حلقة توم غادي يدوزو والحمد لله واحد مسلسل خور الأبد في دور قادي والحمد لله غادي أمور ومسلسل الرحاليات وحيثت فيه تشويق كان دون القاعدة الإقبال المستوى الجماعيري والحمد لله بالسينما وخشابات المصرح كان شي جديد؟ كانت فيلم سينما أحلام صغيرة مخرج محمد كغات باقي ما أخرج كانت تصورته وخشابات المصرح خشابات المصرح حاليا لكن دبنا في مديونة نفكر أنه إن شاء الله ندير شي جمعيانا وباش ندير شي فرقهنا في مديونة وفي انتظار إن شاء الله أعمال الخرافة باقي مازال يعني مبدئيا كان الموافقة ولكن إن شاء الله تكون خير إن شاء الله لمن غتقول رمضان الكريم رمضان الكريم غادي نقولها الجميع نقولها لك أنت بعدا الله يكبر بك وكن نقولها لجميع الشعب المغربي على المساوى الداخلي والمساوى الخارجي والناس دي المهاجرين المغاربة وغا نقول لكم إن رمضان رادوى را علاج المعيدة كيترتاح كيتشارجاو كيتهدنو دين العبادات دين شادي نقول لك ما شاء الله يعني أنا رمضان ما كيبغي يخرج ما كنسخش به والله اشتركوا في القناة